النقطة محتاجة أبتدي بهم حلقة النهار النقطة الأولى طبعاً وهي اللي احنا عشنا تفاصيلها على مدار الفترة الأخيرة والمرتبطة بالتحكيم والحقيقة الحقيقة يعني أنه بداية أو من اللحظة اللي ابتدت فيها ظهور على شاشة قناة النادي الأهلي وكل المسؤولين الحقيقة بيأكدوا دايماً مسؤولين في القناة أو مسؤولين في دارة النادي الأهلي بيأكدوا دايماً أن احنا بنحترم وبندعم منظومة التحكيم المصري وأنا حتى من مكاني هنا ومن واقع أحساسي بجزء بسيط حتى لو جزء بسيط جداً من المسؤولية وحتى في ظروف يمكن كتقصية بيلعب فيها للتحكيم المصري دور سيء كنت بفترض أنه بيحصل عن غير عمد يعني أو أنه مش مقصود بيها النادي الأهلي بشكل مباشر كنت بطلع وبقول وبنعلق عن دعم هنا للتحكيم المصري وكنا بنتمنى أنه المقاومات والأدوات اللي بيأخدها الحكم المصري يتم تطويرها ودائماً طالبنا أن يكون فيه ورش عمل ويكون فيه فرص للحكام المصري أنه هم يعملوا معايشة بره ويروح يشوفوا الدوريات الكبيرة والتحكيم هناك بيشتغل إزاي؟ يعني كل هدفنا في الأول أنه منظومة التحكيم المصري تتطور وكنت بأحلم وبقول دائماً في أكتر من مناسبة أنه أنا بأحلم كمان أشوف أنه المساحة المتاحة للحكم المصري تتعدى حدود الدولة المصرية ونشوف حكامنا المصريين بيحكاموا في مطشط مهمة أو في بطولات كبيرة أو في دوريات كبرى يعني كنت بتمنى ده وده بالتأكيد طبعاً يدل على انحياز التام ودعم التام لأولاد بلدي في النهاية منظومة التحكيم المصري لما تنجح جزء من نجاح لمنظومة الرياضة وجزء من نجاح أساسي جداً لمسابقات الرياضة في مصر التحكيم عموماً مش بس كورة القدم ولكن الحقيقة السيزن الأخير ورغم ما تعرض لين نادي الأهلي من ظلم شديد أثر بشكل كبير جداً في العدالة وفي تكافؤ الفرص وفي قواعد المنافسة الشريفة المفترض أنه أي أي حد من القائمين على المنظومة مفترض يعني بقول مفترض أنه هو حريص عليها يعني أي حد جاي بينظم مسابقة أنكت المسابقة دي حريص على نجاحها ده اللي أنا بفهمه وبالتالي حريص على نجاح كل ما يتعلق بالمسابقة بقى بنتكلم على ملاعب بنتكلم على حضور جماهيري بنتكلم على تحكيم بنتكلم على بس تلفزيوني بنتكلم على كل حاجة على كل التفاصيل ولكن الحقيقة اللي حصل في مباراة الأهلي الأخيرة اللي خسر بسببها النادي الأهلي نقطتين ودي كانت ضربة أولى في سباق الاستعادة الصدارة وطرد كابتن سيد عبدالحفيز الترضي المباشر الكارت الأحمر اللي كان مفاجئة للناس كلها حتى اللي كانت ورشات التلفزيون مش بس اللي كانت حضرة في الملعب خليني أستنى بشكل واضح وهتكلم عن الخطأ طبعا دلوقتي لكن خليني أستنى أمتربس أكتر لرد الفعل على الخطأ المباشر اللي حصل من الحكم أمين عمر وفجئت الحقيقة وأنا برضو بأكد وحط بين قصين كده أنه عندما تم الإعلان عن تولي كابتن عصام عبدالفتاح رئاسة لجنة الحكام أنا هنا في نفس المكان ده وفي نفس البرنامج ده قلت إحنا متفقلين جدا 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 بتولي كابتن عصام عبدالفتاح المسئولية وتوقعنا أن الراجل يعمل طفرة يعمل نقلة نوعية يكون صاحب بصمة في تطوير المنظوم لكن أنا يعني استأت جدا 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 من فكرة تبرير الأخطاء الفجة والوضحة بهذا الشكل يعني أفهم جدا أنه خطأ وارد في كرة القدم ويا ما أخطاء حصلت من حكام ويا ما أخطاء غيرت مسارات بطولات كبيرة زي حتى بطولات كاس العالم أخطاء الحكام جزء من اللعبة كنا متعلمين ده كويس جدا حتى ما قبل دخول الفار لكن أفهم كويس قوي أنه لما يبقى فيه خطأ غير مقصود خطأ بدون نية مبيتة أنه يحصل اعتذار عنه لكن الحقيقة أعتقد أنه كابتن عصام عبد الفتاح جانبه التوفيق وجانبه الصواب في إصراره على تبرير أخطاء حكامه ما أعتقدش أنه بأي حلم الأحوال أنه استفزاز النادي الأهلي وجبهير النادي الأهلي والأجهزة الفنية واللعبين النادي الأهلي المستمر ده مع الأخد في الاعتبار أنه في كتير من المناسبات بنشوف مواقف معاكسة تماماً مع أندية في منافسة مباشرة مع النادي الأهلي وهنا الحقيقة اسمحوا لي أقولها بمنطقة الصراحة هنا الشك بقى يقين عند أغلب الجماهير النادي الأهلي وده اللي بتعكسه حتى أصوات الجماهير على مواقع السوشيال ميديا لما بتابعهم وهم بيتكلموا الناس أصبحت متأكدة أن فيه نية مبيتة لإبعاد النادي الأهلي عن المنافسة بأي شكل من الأشكال أمر أصبح غير مقبول على الإطلاق مش ممكن نسمع في سيزن واحد عن حاجات ما بتحصلش غير في الدوري المصري مش ممكن أسمع عن فكرة تحتواء دي غير في الدوري المصري مش ممكن أفهم أو أستوعب فكرة روح البروتوكول غير في الدوري المصري إحنا من التكلم مع نصوص واضحة في القوانين علينا أن إحنا نفصل فيها إما بقاء أو بلاء إما بنعم أو بلا لكن من غير مقبول على الإطلاق أن إحنا نحاول نبرر أخطاء أو أن إحنا نحاول نقدم للناس فكرة عن القوانين بشكل يحتمل وجهات نظر وإلا كل حكم بقى وجهة نظره كل حكم وتفسيره للقانون أو لنصوص القانون كيفما يشاء شيء غير مقبول على الإطلاق وأعتقد أنه في وقعة المباراة دي هدف محمود وحيد في أكتر من وقعة يمكن جميل حتى جابتها يمكن تاني يوم كان فيه بعدها على طول مطشف دوري الإنجليزي فيه تقريبا لعبة مشابهة نتج عنها هدف وتم احتساب الهدف فإحنا مش محتاجين أساساً وأجلب خبراء التحكيم في مصر قالوا التدخل الفار غير صحيح مين هيدفع تمن ده؟ مين هيدفع تمن النقاط اللي اخسرها النادي الأهلي؟ مين هيدفع تمن استفزاز الجمهور؟ مين هيدفع تمن؟ أعتقد أن الحكام في مصر هم أكتر ناس معنيين به أن الحكم المصري أو هيبة التحكيم المصري ما تفقدش يعني مصداقيتها وموضوعيتها وإمكانياتها عند الجماهير في مصر على كل أحوال في كلام كتير جداً عنها